اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بالف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيال والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو انت لست مشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وياريك كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بقى بينا دلوقتي نتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازده نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف عندنا المصفة الكبيرة دي او المغرفة اللي تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة وحجمها بيكون كبير بيساعدك ان انت تصفي مختلف الاكلات اللي انت بتعمليها زي الخضار المسلوق او المكارونة او اي اكلات تانية تحتاج ان ان انت تصفيها بعد كده هنا عندنا منظم للاطفال تقدر ان انت تنظمي به معجون الاسنان وفرش الاسنان بتاعت اولادك بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الممسحة الجميلة دي وهي طبعا بييجي معاها الجردل الخاص بيها اللي بيساعدك ان انت تنظفيها وتعصريها من كل المية ومن كل سوائل التنظيف اللي بتكون عليها وطبعا الممسحة دي بتكون مرينة جدا وبتساعدك ان انت تنظفي تحت السرير والكنب وبتساعدك ان انت تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل السهولة وهنا بقى هنشوف عندنا القطع البلاستيك اللي تقدر ان انت تثبتي عليها جوتيون الحلل او المعالي اللي انت بتستخدميها وانت بتطبخي وهي طبعا بتساعدك ان انت تحافظي على الرخامة عندك ان هي تفضل نظيفة وان المطبخ يفضل منظم ومرتب بعد كده هنشوف عندنا حامل للموبايل والحامل ده مكتبي تقدر ان انت تثبتيه على اي سطح مكتب وتثبتي عليه الموبايل بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات للهدوم تقدر ان ان انت تثبتيها عندك في الدلاب فوق بعض بالشكل ده والمنظمات دي بتيجي متقسمة كده الاجزاء الصغيرة تقدر ان ان انت تنظم فيها الشربات او الملابس الداخلية وهنا بقى هنشوف عندنا الفرشة التلاتة في واحد وهي بطراحة فرشة جميلة وعملية جدا تقدر ان ان انت تخسلي مختلف احجام الكبايات من جوه ومن برا من خلال الفرشة دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي بتساعدك انك تنظفي وتخسلي كل جانب في الكباية او في المنظم او اي حاجة انت بتخسليها بيها بكل سهولة بعد كده عندنا منظم عبارة عن اربع رفوف المنظم ده تقدر ان انت تنظميه جواد لاب المطبخ او برا الدولاب وتنظمي على التصاط او الحلل او الاطباق الكبيرة او الثواني يعني تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة مختلفة وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الغطيون اللي تقدر ان انت تستخدمي من خلالها الزيوت او السوساط اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وتقدر تستخدمي منها كميات مناسبة جدا بعد كده هنشوف عندنا رف تنظيم تقدر ان انت تثبتيه عندك فوق كرس الحمام وتنظمي على المنازيل او ادوات الحمام زي الشامبوهات او الكريمات او العطور وهنا هنشوف مع بعض عندنا الفرشة الدقيقة جدا اللي بتساعدك ان انت تنظفي كل القطع او كل الحاجات اللي بتبقى عندك حجمها صغير او بيبقى فيها زوايا صغيرة بيبقى صعبة عليك تنظفها فتقدر من خلال الفرشة دي تنظفي كل ده من غير اي صعوبة بتنظيف اي حاجة موجودة عندك من لوازم المطبخ هنا هنشوف عندنا الطبق الجميل ده اللي بيجي معاه مصفة تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة طبعا تقدر ان انت تستخدمي المصفة في تصفية الخضار او الفكهة او المكارونة او اللحوم والطبقة تقدر ان انت تقدمي بيه مختلف الاكلات او الخضار او الفكهة بعد كده هنشوف مع بعض معانا منظم بيجي عبارة عن 3 ارفف طبعا هو عبارة عن دولاب بيبقى كبير شوية تقدر ان انت تنظمي بيه ادوات ولوازم وخزين المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده معانا منظم الاحزية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كذا رفف كده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الاحزية بطريقة مرتبة جدا وده هيتعدك ان انت تتخلصي من كركبة الاحزية اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف عندنا منظمات للبيت تقدر ان انت تنظمي بيها البيت عندك وتنظمي جوه التلاجة او برا التلاجة وهنا هنشوف مع بعض عندنا مكنة الخياطة حجمها بيكون صغير واستخدامها بيكون سهل جدا تقدر ان انت تتخلصي بيها كل انواع الهدوم اللي بتبقى محتاجة خياطة عندك بكل سهولة والنتائج بتاعتها الحقيقة مبهرة جدا زيها زي مكنة القياطة العادية بالزبط بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا مجموعة من ادوات حفظ اكياس البوكاليات او التوابل وزي ما انت شايفة كده معايا تقدر ان انت تستخدمي من خلالها اكياس التوابل او البوكاليات دي بطريقة سهلة ومناسبة جدا بعد كده هنشوف عندنا منظم للبيض بيجي عبارة عن دورجين وهو بياخد معاك تقريبا اتنين وثلاثين بيضة تقدر ان انت تثبتيه جوة التلاجة او برا التلاجة وهنا هنشوف مع بعض عندنا السلكة اللي بيجي متوفر فيها جزء مخصص تقدر ان انت تدي فيله سائل التنظيف وبعد كده تقدر من خلالها تنظفي كل الموعين اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة من غير ما تجراحي ايديكي بعد كده هنشوف عندنا الكاتل ده وهو بيبقى على شكل ابريء الشاي بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تنظمي بيه السوسات او التوابل او الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزيها وطبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الرخامة او في دلاب المطبخ وهنا هنشوف مع بعض عندنا جهاز التسخين وهو هيعتبر مكتبي يعني تقدر ان انت تستخدميه في الشغل او على المكتب وقت الدراسة بحيث ان المشروبات بتاعتك تفضل سخنة يعني لو انت عاملة كوبات شاي او نسكافية تقدر ان انت تثبتيه على الجهاز ده وهي بتفضل سخنة مش بتبرد بسرعة بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه ادوات ولوازم المطبخ زي السوسات او الشوك او السكاكين وكمان تقدر ان انت تنظم فيه ستة انواع من التوابل اللي بتستخدميها بعد كده هنشوف عندنا ممسحة مخصصة لتنظيف الشبابيك والممسحة دي بيجي فيها جزء مخصص كده تقدر يدي فيه مادة التنظيف اللي انت بتستخدميها وطبعا طريقة تصميمها بتسهل عليك ان انت تنظفي الشبابيك من جوه ومنبره بكل سهولة وده لان هي مرينة جدا في الاستخدام وتقدر تتحكمي في الطول بتاعها على حسب حجم الشباك عندك وهنا معنا الفرشة اللي بيجي فيها جزء مخصص تقدر ان انت تدي فيه ستبون السائل وبعد كده هتقدر ان انت تنظفي بها المواعين وغير كده تصميمها عملي جدا ومش هتجرح اديك وانت بتنظفي بها المواعين وبيجي معها حامل تقدر ان انت تنظميها عليه وهنا تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتي على اقدار الحمام عندك بكل سهولة وبعد كده هتقدر ان انت تنظمي عليه فرش الاسنان ومعجون الاسنان بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا فرشة ومكنسة في نفس الوقت وبيجي معها الجروف الخاص بيها طبعا تقدر تستخدميها بكذا طريقة مختلفة في التنظيف ممكن تنظفي بيها السجاد او البلاط او الرخام او الجدار تقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده المكنسة بتاعتها بتكون مرينة جدا في الاستخدام تقدر تنظفي بيها تحت الكنب والترائر بكل سهولة وطبعا بتسهل عليكي في شغل البيت زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو وبعد كده هنشوف عندنا الاداة دي مخصصة لتقطيع الموز على شكل شرايح بشكل متساوي بعد كده هنشوف عندنا منظمات صغيرة تقدر ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة في الحمام وتنظم عليها فرش الاسنان ومعجون الاسنان او تقدر ان انت تثبتيها على جدار المطبخ وتنظم عليها ادوات المطبخ زي الشوك والستككين والمعالي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم لتغزين وتنظيم البيت بيجي عبارة عن رفين وبياخد معاك تقريبا حوالي 15 بيضة تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة واهم حاجة في المنظم ده انه حجمه بيكون صغير يعني مش بياخد مساحة عندك خالص جوه التلاجة ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده ثانيا سقول لك اسدائي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبقك وهقول لك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنقدها اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت يجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر يتطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات هو طبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها هو عاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدر يتوصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائز بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات اسببكم في رعاية اللي